السلام عليكم تفاصيل اطلالة اسماء جلال في حفل زفاف مريم الخشة الفستان بأربع خمسة صف صف جنيه والحقيبة بأربع صف ألف جنيه حرصت النجمة اسماء جلال على حضور حفل زفاف صديقتها الفنانة مريم الخشة الذي اقيم مؤخرا وظهرت باناقة لافتة للنظر اختارت اسماء جلال فستاناً لامعاً يجمع بين اللونين البنفسجي والأخضر من العلامة التجارية فورذي بولدان ريفين ويصل سعره غلاء أربع ألاف وخمسمائة جنيه مصري شاهده من موقع بيعه ونسقته مع حقيبة جلدية صغيرة من تصميم دار جاك ميوز يصل سعرها إلى 744 يورو أي ما يعادل أربعون ألف جنيه من ناحية أخرى تنتظر أسماء جلال عرض عدة أفلام سينمائية وهمة هبتا المناظرة الأخيرة للمخرج هادي البجوري وبطولة محمد ممدوح وماين السيد والفستان الأبيض إخراج جيلان عفو بطولة ياسمين رئيس وشمس الزيناتي بطولة أحمد إمام واخراج عمرو سلامة وآل شنب من بطولة ليلة علوي وإخراج ييت أمين بالإضافة إلى مشاركتها في الموسم الثاني من أشغال شقة من إخراج خالد بياب وبطولة هشام ماجد كما تشارك أسماء جلال في الجزء الثاني من فيلم هبتا المناظرة الأخيرة مع منة شلبي وكريم فهمي وكريم قاسم وسلم أبو ضيف نماين السيد حسن المالك ومن إخراج هادي البجوري وشاركت أسماء جلال في بطولة مصرحية ميمو بطولة أحمد حلمي أسماء جلال حمدي المغني محمد رضوان رحمة أحمد مريم الجندي إنتاج كرافتا ميديا تأليف ضياء محمد إخراج هشام عطوى يشار إلى أن أسماء جلال شاركت في رمضان 2024 بمسلسل أشغال شقة تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم مسلسل أشغال شقة من بطولة هشام ماجد أسماء جلال شيرين سلوى محمد علي مصطفى الغريب وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب تنطلق أحداث أشغال شقة بصورة تصعودية وإيقاع سريع داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع مساعدات المنزل مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا شرعيا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد